مرحبا قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية يدخل حيث التنفيذ الحكومة بصدد نشر آلية للمراقبة الوبائية ضد كورونا المصادقة على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء أهلا بكم دخل قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حيث التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس وهكذا سمح بفتح الأسواق وعودة المطاعم للعمل بشرط تقديم خدمات توصيل فقط كما تأجل توقيت سريان حظر التجول ليكون الحادية عشر بدل التاسعة وستقام صلاة الجمعة وفق شروط تشمل التباعدة وغسل الأيدي وتقيم المساجد قال الأمير العام للحكومة نيانج جبريل إن الحكومة قررت تخفيف التدابير الاحترازية بشكل تدريجي ووفق ضوابط محددة وأكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة لدراسة القرارات المناسبة في باقي الملفات مثل تقديد التنقل بين الولايات وفتح المدارس وعودة المواطنين العالقين في الخارج قال وزير الصحة نذر الحامد إن الحكومة بصدد تنفيذ خطة جديدة تشمل نشر آلية للمراقبة الوبائية في كافة أرجاء البلاد ستسمح بالمتابعة والتدخل سريع وأوضح وزير الصحة أن الحكومة ستستمر في مراجعة وتقييم الوضعية مؤكدا أن تفشي الوباء في دول الجوار يستدعي المزيد من اللقاءات والحذر صدق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل قانون الميزانية الأصلي للعام الجاري بهدف احتواء التأثيرات السلبية لتفشي وباء فيروس كورونا وقال وزير المالية محمد لميل للذهب إن الميزانية العامة ستسجل عجزا بنسبة 5% من الناتج المحلي وإن النمو الاقتصادية هذا العام سيتراجع بنسبة 2% نتيجة تغير أولويات الإنفاق الحكومي ضمن خطة التصدي للوباء وكماش الاقتصاد العالمي أقرى مجلس الوزراء مشروع قانون لمكافعة العنف ضد النساء وحمايتهن من العنف ومختلف الانتهاكات وأكد وزير العدل حيمود الرمضان أن مشروع القانون الجديد يحدد إجراءات قضائية وصحية واجتماعية لمساعدة ضحايا العنف وتمكن النساء من رفع الدعوة ومتابعتها حتى آخر مرحلة إلى اللقاء